استيرويدات على السواء على الجسم اعتمادا على نوع استيرويد والجرعة ومدى الاستخدام يعتبر استخدام الأفراد الاستيرويدات في شكل عشوائي ومفرط من المسائل الطبية الرئيسية في الوقت الحالي تتم إساءة استخدامها أيضا لأغراض غير طبية مما يؤثر على الصحة بطرق متعددة استخدام استيرويدات بطريقة خاطئة قد يرفع ضغط القلب والدم وهذا يمكن أن يكون خطرا ويؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية وارتفاعا في معدلات السكري استيرويدات يمكن أن تؤثر على المشاعر والسلوك فقد يشعر البعض بسعادة وعلى المدى الطويل يسبب شعورا بالحزن، القلق والاكتئاب الشديد يؤثر الاستخدام المطول أو الجروعات العالية على العملية الطبعية للشفاء عبر ابطاء إعادة تكوين الأنسجة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخر في عملية شفاء الجروح تناول استيرويدات يمكن أن يسبب مشاكل في الجلد مثل ظهور يحب الشباب فطريات تشققات جلدية يرجاء العديد وخصوصا فئة الشباب للستيرويدات تستستورون لجعل العضلات أكبر مما يضعف الأوتار والأربطة مع الوقت ويجعلها أكثر عرضة للكسور كما يمكن أن يختلط توازن الهرمونات في الجسم مما قد يؤدي إلى صعوبة في الإنجاب والخصوبة عند الرجال وتغيرات في فترات الطمث عند النساء وخشون ملحوظة في الصوت ترجمة نانسي قنقر